الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكثير سنحدثكم اليوم عن قصة العرب قبل الإسلام من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أحوال العرب قبل الإسلام كان العرب في شبه الجزيرة العربية قبل بحثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام من دون الله ويقدمون لها القرابين ويسجدون لها ويتوسلون بها وهي أحجار لا تضر ولا تنفع وكاننا حول الكعبة 360 صنفا ومن العجيب أمرهم أن أحدهم كان يشتري العجوة ويصنع منها صناما ثم يعبده ويسجد له ويسأله أن يحجب عنه الشر ويجلب له الخير فإذا شعر بالجوع أكل إلهة ثم يأخذ كأسا من الخم يشربها حتى يفقدوا وعيه وفي ذلك الزمن كانت تحدث أشياء غريبة وعجيبة فالناس يطوفون عراية حول الكعبة وقد تجردوا من ملابسهم بلا حياء يصفقون ويصفرون ويصيحون بلا نظام وقد وصف الله عز وجل صلاتهم فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية وذوق العذاب بما كنتم تكفرون وكانت الحروب تقوم بينهم لأتفة الأسباب وتستمر مستعيلة عواما طويلة فهدان رجالا يقتتلان فيجتمع الناس حولهما والتناصر كل قبيلة صاحبها لم يسألوا عن الظالم ولا عن المظلوم وتقوم الحرب بلمح البصر ولا تنتهي حتى يموت الرجل وانتشرت بينهم العادات السيئة مثل شرب الخمر وقطع الطرق والزنا وكانت بعض القبائل تهين المرأة وينظرون إليها باحتقال فهي في اعتقادهم عار كبير عليهم أن يتخلصوا منها فكان الرجل منهم إذا ولدت لو أنت هزن حزنا شديدا قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنت ظل وجهه مسودا وهو كديم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقد يصل به الأمر إلى أن يدفنها وهي حية وهي العادة التي عرفت عندهم بوأدة بنات فهذا الرجل يحمل طفلته ويسير بها إلى الصحراء فوق الرمال المحريقة ويحفر حفرة ثم يدعو ابنته فيها وهي حية ولا تستطع الطفلة البريئة أن تدفع عن نفسها بل تناديه أبتاه أبتاه فلا يرحم براءتها ولا ضعفها ولا يستجيب لندائها بل يهيل عليها الرمال ثم يمشي رافعا رأسه كأنه لم يفعل شيئا قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت صورة التكوير وليس هذا الأمر عاما بين العرب فقد كانت بعض القبائل تمنع وأدو البنات وكان الظلم ينتشر في المجتمع فالقوي لا يرحم الدعيف والغني لا يعطف على الفقير بل يسخر لخدمته وإن أقرضه مالا فإنه يقرضه بالربا فإذا اقترض الفقير دينارا يرده دينارا فيزداد فقرا ويزداد الغني تراء وكانت القبائل متفرقة لكل قبيلة رئيس وهم لا يخضعون لقانون منظم ومع كل هذا الجن والدل في ذلك العصر المسمى بالعصر الجاهلي كانت هناك بعض الصفات الطيبة والنبيلة بالإكرام الضيف فإذا جاء ضيف على أحدهم بدل له كل ما عنده ولم يبخل عليه بشيء فها هو دا حاتم الطائي لم يجد ما يطعم به ديوفه فدبح راسه وقد كانوا يأكلون لحم الخير وأطعمهم قبل أن يأكل هو وكانوا ينصرون المستغيط فإذا ناد إنسان وقال إن مظلم اجتمعوا حوله وردوا إليه حقا وقد حدث ذات مرة أن جاء رجل يستغيط وينادي بأعلى صوته في زعماء قرش أن ينصره على العاصن النوائل الذي اشترى منه وضعاته ورفض أن يعطيه ثمنها فتجمع زعماء قرش في دار عبد الله من جدعان وتحالفوا على أن ينصروا المظلم ويأخذوا حقه من الظالم وسموا ذلك الاتفاق حلف الفضل وذهبوا إلى العاص بن وائل وأخذوا منه ثمن البداعة وأعطوه لساحبه وفي هذا المجتمع ولد محمد صلى الله عليه وسلم من أسرة كريمة المعدين نبيلة النسب جمعت ما في العرب من الفضائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه إن الله استفى كنانا من ولدي إسماعيل واستفى قريشا من كنانا واستفى من قريش بني هاشم وإستفى من بني هاشم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وإلى إلى محاضرة أخرى إن شاء الله